طيب كان مجلس الإدارة مبارح يمكن أن المهانس عادل أشار في البداية هقول لكم بعض أو في قرار مهم جدا برى تشكيلات الشركات دكتور سعد شلبي كلف بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للنادي لحين إتمام إجراءات تعيين مدير تنفيذي أنا برضو قبل الحلقة كنت بتكلمه هو القائم بأعمال لأن في إجراءات لازم تتمل أول وبقول له ربنا معاك وانت أداوه أدود وعنده كل الخبرات وأنا متفائل بيك جدا وده قرار صدى في أهله فقال يا كابتن عادلي لازم تحط لنفسك يعني كريدت في هذا الموضوع أنت اللي رشحتني وأنت اللي أسريت علي وأنت اللي تنبأتلي وأنت اللي دعمتني قلت له أنا هو كان عارف الدكتور سعد جيت يصطدني فاستطدته يعني أنا لما جيت في مسكت إدارة تسويق الإستثمار أنا ما عنديش خبرات أكاديمية لكن عندي خبرات عملية في هذا الأمر فكنت مطالب ما عنديش مرجعية حتى أرجع لها أعمل الإدارة دي إزاي فكنت مكلف إن أنا أعمل أول مرة موظف يحط النفسه التارجيت ويحط النفسه job description أو مواصفات الوظيفة اللي حيتحاسب عليه فحطيت كده بتاع فجالي حد كده زي ما أنت شايفه راجل محترم قوي عرفني أنا أستاذ كذا في الكلية المنصورة أنا بعمل دكتوراه في التسويق الرياضي وأنا يعني بدرسها في ألمانيا وكنت جاي عايزة التجربة بتاعت النادي لقال قاعدت أتناقش أتناقش معه وهو قايم طوله بقول لك إيه إيه رائع تشتغل معنا قال لي إزاي أنا بقى وطوله لأ أنت عتشتغل مستشار لإدارة تسويق الإستثمار لأن أنا محتاج أني أمنهج الشغل بتاعي بشكل علمي وإنت اللي حتقدر تعملي دي ومن يومها الراجل الحقيقة كان إضافة قوية جدا 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 في كل الخطوات اللي مشيناها وراجل تعلمت منه كتير جدا هو توضعا بيقول أنه أحيانا كان بيتعلم مني لكن أنا من ناحية العلمية هو طبعا خبرات يعني كفاءة علمية كبيرة جدا واخد دكتوراه من ألمانيا وحد بلغ بلغ العمق في التفاصل وانت قيمة عملية فاختلط العلم بالعمل هو مش بيعمل رسالة الدكتوراه المية في الدورب هو عاجي عيشها عاجي عيشها صحيح فلا تجربة النادي الأهلي حتديله ده صحيح ومن خلاله أنا رحت عملت خمس محاضرات في سنين مختلفة في جامعة المنصورة في هذا الأمر كانت الدانية بتبقى كده في وجود الدكتور سعد واتكلمنا على تجربة الأهلي الحقيقة إضافة رائعة جدا ولم يدرك أحد أهمية الدكتور سعد إلا الحمد لله أنا كنت معين ثلاثة أو كنت بستعين بتلاثة هو ورحمة الله عليه حلم عبد الرازي مستشار قانوني وحنان الزيني معنا في الإدارة حنان ممطلقت في الكورة حنان ابتدت سكرتيرا وبعدين تطورت وكان فضلنا نسند إليها ملفات لحد ما بقيت تحضر معنا في لجنة الكورة حتى النهاردة يا ماسكة مسؤولة اللوايح الكل ما قدمناهم الحقيقة هم دلوقتي إضافات قوية جدا للنادي الآلي وده معناه إيه إن محدش بشتغل لنفسه محدش قال لك عدلي ماشي بقى رجالتوا معه مع السلامة لا استفادوا منهم لأنه لقوا فيهم كفاءات تضيف للنادي الآلي وهم مش هنشتغل مع عدلي يا بلاش لا إحنا بنشتغل للنادي الآلي وأنا بالنسبة لي ما هواش الفرحة الكبيرة إن أنا عندي استطاف لا الفرحة الكبيرة إن في يوم الأيام كل واحد من دول يثبت إن أنا كان اختياري موضوعي فده سعد شلبي